وعلى هامشي مارد إكسبو دعا رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق الدكتور محمد البرادعي أدول العربية إلى إنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية من خلال عمل عربي مشترك وقال البرادعي في تصريحات الرؤية أن العالم العربي ومن بينه الأردن يمتلك العديد من العلماء في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة النووية نحن جزء من العالم ولدينا العلماء ولدينا الخبرات إنما دائما أركز عليه أن يكون مبني على دراسات تقنية سليمة يكون لدينا كوادر الفنية يكون لدينا الأمان النووي اللازم الطاقة النووية طاقة نظيفة نحتاج دولة زي الأرض وتحتاج لطاقة إنما في نفس الوقت لابد أن نتأكد أن يكون هناك عملية تامة للأمن النووي والسلامة النووية وكذلك لابد أن ننظر كيف يمكن أن نستخدم الطاقة النووية في إطار عربي مشترك ليس بالضرورة أن كل دولة تبني محطاتها النووية يعني ممكن قوي أن يكون فيه في كذا 2-3-4 دول عربية ومشاركة في الطاقة اللي هو ربط الكهرباء يعني هناك الكثير اللي ممكن الدول العربية تعملوه اللي هو ربط الكهرباء